جرى بالعاصمة الموقعة عدن توقيع اتفاقية عادة تأهيل 30 ممر خلفه بمديرية الصيرة والتواهي ضمن مشروع تحسين الوضع البيئي والصحي للممرات الخلفية بتكلفة إجمالية بلغت 177293 يورو وينفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من الملحة الألمانية وقع عن المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحيب عدن مدير عام المؤسسة المهندس محمد باخبيرا وعن السلطة المحلية بمديرية الصيرة مدير عام المديرية الدكتور محمود بن جردي وعن السلطة المحلية بمديرية التواهي مدير عام المديرية القاضي وجدي الشعبي وعن الصندوق الاجتماعي للتنمية ضابط المشارع بصندوق المهندس باسم باشرحيل وتشمل مكونات الاتفاقية عادة تأهيل 15 ممرا خلفيا بمديرية الصيرة وعادة تأهيل 15 ممرا خلفيا لمديرية التواهي اشتركوا في القناة